بعد سنوات عديدة من التعليم الوجاهي وعلى موقع حصص أونلاين وتخريج أوائل على المملكة سنة بعد سنة توصلنا أن الأوائل على المملكة دائما ما بيكونوا هم متفوقين في جميع المراحل الدراسية وحرصا منها على رعاية طلابنا في الثانوي العامة وتخريج الأوائل على المملكة بشكل مستمر وتتابع دراسة طلابنا ابتداء من المرحلة الإعدادية حتى المرحلة الثانوية قررنا في موقع حصص أونلاين أن نزل لكم شروحات مجانية لشرح المواد من الصف التاسع والعاشر والأول ثانوي لمادة الكيمياء معكم الأستاذ يوسف القاق مدرس مادة الكيمياء على موقع حصص أونلاين للمرحلة الثانوية ورح أتشرف في شريح مادة الكيمياء لطلابنا في مملكتنا الحبيبة للصفوف التاسع والعاشر والأول ثانوي كل صف له مجموعة تليجرام خاصة فيها عشان تنضم لمجموعة التليجرام ولمزيد من المعلومات عن هاي الشروحات ومتابعة أوراق العمل وملفات البي دي اف يرجع منكم الانضمام لمجموعة التليجرام بمسح لكيو ار كود اللي بيطلع أمامكم على الشاشة نشوفكم وين في أول حصة يا حبابي القلب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لي عقدة من لساني يفقه قولي رب يفتح عليكم يا حباي بالقلب ويرضع عنكم ويسعد روحكم ويرفع من قدركم ونشوفكم جميعا بأعلى الدرجات وأعلى المراتب بسم الله وعلى بركة الله أتشرف في تدريس مادة الكيمياء لطلابنا حبايبنا لمادة الأول ثنوي وإن شاء الله يا ربي نشوفكم يا ربي أوائل على المملكة ونشوفكم ونتابعكم في كافة المراحل الدراسية سواء كنت أسع عاشر أول ثنوي توجيهي مع أخوك أو القاق إن شاء الله بإذن الله رح نسهل عليكم مادة الكيمياء الغاية من هذه الشروحات إنه نبسط الجزئيات بتفاصيل مبسطة يعني رح أشرح لكم مادة الكيمياء كاملة في تفاصيلها بشكل مبسط والغاية لغاية التبسيط لأنه كثير من الطلاب بفكر مادة الأول ثنوي مع إلها دخل بالتوجيه وهذا مفهوم خاطئ وكثير من الطلاب بفكر الأول ثنوي سياحة وسفر ولكن هذا إشي خاطئ لأن الطالب اللي بيكون متأسس ممتاز في الأول ثنوي هو الطالب اللي بيكون ناجح ومختصر عليه خطوات كثير ومسافة كبيرة في التوجيه كثير طلاب كانوا عندي أوائل على المملكة في التوجيه وكانوا هم فعليا من أصحاب العلامات العالية في الأول ثنوي فلذلك مرحلة الأول ثنوي لو لا إنها مهمة كان ما أنا كنت هون وبشرح لكم المادة بإذن الله فياريت نركز مع بعض تهتم معاي بدي أحاول قدر الإمكان يكون مرجعي لكتاب ليش؟ هسا الآن راح نبعث لكم مع مجموعات وقنوات التليجرام ملفات البي دي اف للحصص اللي إحنا منشرحها فإذا أنت مش منضم لإلها يا ريت تنضموا لإلها عشان توصلكم كل الملفات بشكل بي دي اف لأنه راح يكون لكم لقاءات خاصة أيضا على مجموعة التليجرام كحصة تفاعلية ورح يكون لكم كمان عبارة عن حصة تفاعلية على مجموعة تليجرام نفسها راح نبعث لكم روابط لحصة تفاعلية على برنامج الزوم أو تطبيق الزوم راح نعلمكم عليه ولكن كله غايته لأجل مصلحتك فلذلك أنا مرجعي لكتاب كتاب وزارة التربية والتعليم من حيث أسلوب والإطار العام للمنهاج ولكن هناك بعض الجزئيات راح أبسط لك إياها بطريقة كثير سهل عليك بحيث أنه نحل كل أسئلة الكتاب ونتمكن من كل الأفكار بأسهل طريقة ممكنة جهز دبترك، قلمك، اكتابك أنت وياها يا دكاترتي، يا دكاترتي المستقبل اسمي اللوبيتال وإنتوا اسمكم الدكات رابعون الله نقول بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الأول بيحكي عن نظرية تنافر أزواج إلكترونات مستوى التكافؤ أنا صح راح أوقع ليش؟ لأنه أنت كطالب أول ثلوية تقول شو هالعنوان المعقد؟ أنك تيجي تقول لي نظرية طيب نظرية تنافر أزواج إلكترونات أبدك تراجع لما تسمع فيه صح؟ لا 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 حبي حبي حبيبي صلي على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد نبلش جزئية جزئية عشان تفهم لأنه هذا فعليا أصلا العنوان مركب العنوان مركب فما أقدر أشرح لك العنوان إلا جزئية جزئية نيجي بداية في ما يسمى بأزواج إلكترونات مستوى التكافؤ برضو الأنوان شوي بسبب صدع صح؟ بداية الشي يعني مستوى التكافؤ؟ شي يعني مستوى التكافؤ؟ مستوى التكافؤ هو مستوى الغلاف الأخير للمادة يعني كل المادة تمام؟ لما أوزع التوزيع الإلكتروني تبعها مستوى التكافؤ هو نفسه الغلاف الأخير يعني مش مستوى؟ تعالوا لي جاي تعال جاي وينو؟ أيو أيو إيش هذا الإشي؟ أهم عناصر الجدول الدوري تتوزع عناصر الجدول الدوري في مجموعات ودورات المجموعات تشكل الصفوف العمودية وهي عبارة عن 18 مجموعة ثمن مجموعات الممثلة قدام نهاية نسميها بالعناصر الممثلة والبالنص ورايا نقبي عليها تسمى بالعناصر الانتقالية أو الفلزات الانتقالية أنا مبدئيا بهمني أهم عناصر الجدول الدوري وهي العناصر الممثلة وأيضا تتوزع في دورات وتقسم الدورات إلى الصفوف الأفقية وهي عبارة عن 7 دورات تعالوا تنقسمهم عشان نفهم شوي شوي بأعمل لك الآن مراجعة سريعة على مادة الصف العاشر عشان ندخل على مادة الأول الثانوي والتكامل الرأس يكون أموره تمام بسم الله إيش المجموعات يا صاحبي المجموعات يا الصفوف العمودية تتوزع في ثمن مجموعات للعناصر الممثلة هذه المجموعة الأولى هذه المجموعة الثانية هذه المجموعة الثالثة الرابعة الخامسة السابعة الثامنة تمام الدورات طبعا هم برمزون بالرموز اللاتينية ما بهمني الآن الدورات اللي هي الصفوف الأفقية واحد نين ثلاث أربعة خمس ست سبعة بهمني طب الآن أستاذي عرفت عناصر الجدول الدوري لا لسه أنا عرفتهم كمجموعات ودورات بس لسه ما حكيت لي تعالوا دع حفظكم أهم عناصر الجدول الدوري في دقيقة شو في دقيقة أستاذ أنت مصدق أنت واعي صحيح حالك آه أنا صحيح حالي أنا قاعد بحكي أنه إياك فعليا تفكرني بدأ أجي أعطيك من وراء الشاشة وما أتحدث معك لا بحبيبي أنا فعليا كأني بعمل محاكاة بينه وبين الطالب وبحكي معي الكاميرا ولكنه أنا بتخيلك قاعد قدامي وبتتساءل هذه الأسئلة وبجاوبك عليها قبل ما تسألها أو أنت وأنت قاعد بتحكي فيها أجاوبك عليها كيف أنا أصدمك ولكم أنتو حبايبي تعالوا قولوا بسم الله الآن هم عناصر الجدول الدوري بدنا نحفظها في دقيقة احفظ عناصر الجدول الدوري في دقيقة كيف يكون ذلك حبة حبة صلى عن النبي الآن أستاذي بالنسبة لعناصر المجموعات هاي لها أسماء علمية وهناك أسماء يوسفية يوسفية سم جدة أبوي الله يرحمها الآن ما علينا فبالتالي عناصر المجموعة الأولى تسمى بإيش أستاذي بيسموها بالقلويات القلويات قلويات نسبة لكلمة الكالاين بالانجليزي تمام وهي أصلا كلمة اللاتينية الكالاين يعني بالانجليزي basic أو biz كيف يعني يعني مواد تسلك سلوك القواعد لاحظوا أنه هاي المواد أكسيدها قاعدية فتسلك سلوك القواعد فلذلك فكرة عامة سموها بالقلويات أي أنها تسلك سلوك القواعد وكلمة القلويات أصلها لاتيني يعني هي كلمة دبلجة من كلمة الكالاين فقالوا الكالاين الكالاوي الكالاويات انسوا ما علينا المجموعة الثانية سموها بالقلويات الترابية ولها من اسمها نصيب قلويات أي أنها تسلك سلوك القواعد الترابية لأنها تنتشر بكثرة في القشرة الأرضية فسموها ترابية ما علينا أما بالنسبة للمجموعة السابعة هم عناصر المجموعات المجموعة السابعة بيسموها بالهالوجينات هذا إيش مهم في التوجيه على فكرة ركزه معاي بأسسك صاحب أعطيك السعاشر كمان بأسسك للتوجيه والله دورة للتأسيس للتوجيه شارح فيه جزئيات زي هيك بالضبط معلن ركز مع أخوك الآن الهالوجينات بس أشرح لك ياهل العلم شو يعني هالوجينات ونوان بيجيبوا هاي الأسماء الحلوة الهالوجينز مش جينز اللي بنلبسه لا هالوجين هي أصلا كلمة لاتينية مكونة من مقطعين هالوجين معناها العنصر المكون للملح لأنه هالو معناها ملح وجين مكون فقالوا باللاتيني أو اليونان القديم آه بعرف أحكي لاتيني شو فكرني بعرف أحكي كل اللغة آه يا زم خلاص من شان الله سعر الآن هالوجينز هالو يعني ملح وجين مكون فلقوها لما تتفاعل مع عناصر المجموعة الأولى أو الثاني أو حتى الثالثة بتتكون إيش أملاح فقالوا العناصر المكونة للأملاح مدام اكتشفناها في العصر اليوناني القديم شو معنى المكون للأملاح في يوناني قالوا هالوجين قالوا خلاص هالوجين بس آه بس المجموعة الثامنة بيسموها بالغازات النبيلة أو الغازات الخاملة أنا لسه ما حافظكم عناصر جدول دور أنتوا بتستنوا في الدقيقة قاعدين لسه السابق حافظكم إياهم بس بدي نركز على أسماء المجموعات لأن أخذناهم بالثامن وأخذناهم بالعاشر الآن المجموعة الثامنة يسموها بالغازات النبيلة أو الغازات الخاملة أي أنها نوبل يعني هي معتزة ومفتخرة بذاتها مكتفية بذاتها دائما وأبدا سنجل بائس سنجل تمام مش مرتبطة في غيرها من ذرات العناصر بحيث هي عناصر تمام دائما تكون مستقرة بذاتها كيف يعني يعني مستحيل تلاقوا واحد من عناصر المجموعة الثامنة مرتبط بغيره من ذرات العناصر دائما لحاله أحلاله تمام فلذلك الآن أستاذي المجموعة الأولى اسمها القلويات المجموعة الثانية اسمها القلويات الترابية المجموعة السابعة الهالوجينات المجموعة الثامنة الغازات النبيلة فضناها والله أنت شوخ تعالوا نركز على كيف نحفظ عناصر الجدول الدولي وأهمها في دقيقة أنا من يصلكم أسماء المجموعات هسا بدنا نحفظهم إحنا مع بعض بإيش؟ بطريقتنا الخنفشارية طبعا الآن أنت بعد ما أنت شو تتعلم الطريقة تبعتي ممكن أنت إيش تساوي؟ تخترع طريقة بذات نفسك وهذه الطريقة مش بس بالكيميا في كل المواد المواد اللي أنت ممكن تتغلب في حفظ الشغلات اللي أنت تدرسها فيها تمام؟ الآن الطريقة هي عبارة عن طريقة الربط تمام؟ وبسموها علميا في المرابط أو طريقة الربط العلمي أو الربط المفاهيمي كيف الربط المفاهيمي؟ أنا عندي هنا رموز هاي رموز أنا بدي أدمجها مع بعض لأكون بذلك كلمة ممكن هاي الكلمة تعلق في العقل أو تعلق في الدماغ أو تركز ذهنيا فيها إنك إيش تربطها في شغلة معينة مستحيل تنساها لولد الولد الولد لأولاد أولاد أولادك لما يكونوا درسين كيميا تقول لهم أنا متذكر أيام ما كان يوسف القاق الله يرحمه لا تترحم عليهم ويكون الله يرحمني تمام؟ إيش تقول لي؟ تقول لي أنا تحكي لحفيدك تقول له أنا درست عندي يوسف القاق حكى لي إياها هيك 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 كيف؟ أقول تدعي لي بسم الله عليك طيب الآن أستاذي المجموعة الأولى لو إجينا ندمج الكلمات الموجودة فيها كيف يعني؟ لو أنا بدي أجي أدمجها رح تيجي كالتالي الأتبق قرأها ها مع آي بتصير حلي 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 مع آي بتصير حلينا 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 تمام؟ ركزوا معي لساتي في التأسيس أنا ما أبلغش في المادة كيمة أربي أدمجها بتصير كرب مين اللي فيكم رح يحلينا كرب؟ بطلتوا تعرف وش يعني كرب؟ لا بتعرف بس بتكاشي تحلي ماشي ماشي خلص أخوكم في الله مسكين ما علينا أنا بحليكم خلص تعالوا علي وأنا بحليكم أحلى كرب وأحلى وافل ونوتيلا ومش عارب إيش فبالتالي المجموعة الأولى حلينا كرب حلينا كرب حلينا كرب حلينا كرب حلينا كرب تمام؟ هسا الهيدروجين نسبيا هو من عناصر المجموعة الأولى كانتساب ولكنه لا ينتمي لإلها لأنه لا يمتلك صفات خصائص المجموعة الأولى تمام؟ لأنه لا يعتبر أصلا من القلويات لا يعتبر أصلا من القلويات أصلا غاز مش في لز تمام؟ هسا شو قصة لينا كريب هاي واحدة اسمها لينا تمام كانت مشهورة في الحلويات كانت مشهورة في ايش في الحلويات تمام هسا الان لينا الام تبعتها متجوزة زلمة عن جد؟ عن جد ولا شو بدت تتجوز؟ الام الجوزة رجل بس هذا الرجل شو قصته متجوز تنتين يعني عندها مرت اب لينا عندها مرت اب هاي مرت الاب عندها بنت ثانية اسمها روان شو اسمها؟ روان تمام؟ هس روان كانت فاشلة في كل حياتها تمام؟ وكانت شغل بهرج وحكي ومش عارف ايش؟ ولكنها شو قالت؟ اجت مرت ابوها للينا بتقولها يا لينا انتي شاطرة في الحلويات صح؟ قالت لها اه يا خالتي بتحكي لهاش مرت ابوي قدامها بس وراها بتحكي لها مرت ابوي الموام اي يا خالتي شاطرة بالحلويات قالت لها شايفي اختك روان؟ اختك بنت ابوكي شو مالها؟ اختك بنت ابوكي فاشلة علبيها تصنع حلويات فاجت لينا اتبقت مع روان وايش؟ علمتها الحلويات واجت روان وتعلمت الحلويات وفتحت محل اسمه روان كيك اللي من عمان بيعرفه روان كيك فروان كانت فاتح محل صغير بعدين وسعت وكبرت 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 وجوزة نصب عليها في النهاية المهمة علينا ولكن هسا صار عندها سلسلة محلات اسمها روان كيك اجت امها للينا قالت الها يا لينا علمتي مرت بنت ابوكي بنت مرت ابوكي علمتيها تعمل هذا الاشي وصارت غنية ومليونيرة وانتي لساتك محلك قالت الها يما شو اساوي خلاص اعمل خير وزدته بالبحر قالت الها لا 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 بدك تفتحي محل قالت الها لو بدك افتح محل شو بدك اسميه لينا كيك بصير غشاشة من اختي قالت الها لا سميلي لينا كريب لينا وعفل ففتحت محل اسمه لينا كريب تمام؟ فبالتالي عناصر المجموعة الاولى لينا كريب بس منضيف عليها اتش عشان تحلينا كريب تمام؟ ما علينا هاي القصة جميلة ولكن خلاص اعطينها وقته زيادة فبالتالي الفكرة هون هاي القصة حقيقية على فكرة شو مستقين؟ هاي القصة اللي حكتلكم اياها هسا حقيقية مليون بالمية اثبتلكم؟ اني قلفتها قبل جزء ست سبع سنين ما علينا فبالتالي الان المجموعة الثانية بنسميها بي مج بي مج بي مج بي مج تعرف المج؟ المج العادي سي اي بي اي سابة بي مج سابة هسا هاذا يا اخوان عناصر المجموعة الاولى والثانية لما اجي اقول حال لينا كريب بي مج سابة هاي لينا عملة مج من الشوكولاتة القاسي الشوكولاتة اللونها اسود تمام؟ هاي كلش بتاكل مج شوكولاتة وبسكوت وبتحط فيه كريب تمام؟ اصابع من الكريب وجواته نوتيلة وبندق وواسل ومش عارف شو عشان تحلونا منه ها ها نجد هذا موجود فبالتالي المجموعة الاولى بنسميها حلينا كريب المجموعة الثانية بنسميها بي مج سابة المجموعة الثالثة تمام؟ في عنصر نطيد عنه نعارف ها ركزوا معاي هسا على الجزئيات الاهم المجموعة الثالثة بي مع اي ال بنسميها بال كيف يعني؟ انا بقول لك بدك تحلينا كريب بمقسابة عشان نروق البال حلينا كريب بمقسابة عشان نروق البال حلينا كريب بمقسابة عشان نروق البال ايدو راي حلينا كريب بمقسابة عشان نروق البال حلينا كريب بمقسابة عشان نروق البال حليناك ربي مقصبة عشان نرويق البال طيب بعدين المجموعة الرابعة بنسميها كا مع اس اي بنسميها كاساي مجموعة الخامسة ان مع اب بتصير نب المجموعة السادسة من نسميها اوس هذولا ثلاث بني ادمين الاول اسمه كاساي كوري والثالث اسمه نب روسي والرابع اسمه اوس سوري كوري وسوري وروسي كوري وروسي وسوري طيب شو معلهم هذول اجتمعوا مع بعض وفصلوا براي فاسل براي كيف دمجتها استاذ هيا فاسل براي فاصلوا براي وين في مدينة في ايش موجودة في توكيو في اليابان اسمها هينا ركسي هينا ركسي ايا هينا ركسي هينا ركسي ركز معاي اه حسا انا يا اخوان شو قصتهم كاساي ونبو اوس لما فصلوا براي تمام في مدينة هيناليكسي فحلونا براي بمكسابة عشان يروقوا البال او انت بدك تحلينك ربي مكسابة عشان نروق البال وناخذ معنا كاساي ونبو اوس عشان يفصلونا براي في هيناليكسي نحفظها بدقيقة جاهزين يلا شغل المؤقت ثري تو وان حلينك ربي مكسابة عشان نروق البال كاساي ونبو اوس فصلوا براي في هيناليكسي شو كاساي ونبو اوس كاساي ونبو اوس كاساي ونبو اوس فسال براي في هيناليكسي هنا ركسي هنا ركسي كاساي ونبو اوس فصلوا براي في هيناليكسي حلينا كريب بمقسابة عشان نروق البال كسايو نبو أوس فصلوا براي في هنا ركسي ها حلينا كريب بمقسابة عشان نروق البال بل كساي نب أوس فصل براي في هنا ركسي ثمان مجموعات احفظها في أقل من دقيقة ركز معاي لا مشي الفيديو غير لما تحفظهم شو باهتم أنا في هدول باهتم في هدول أستاذي أني أعرف أنه فيه إش اسمه إلكترونات التكافؤ وعدد إلكترونات التكافؤ دائما وأبدا يساوي رقم المجموعة يعني المجموعة الأولى عدد إلكترونات التكافؤ تبعتها واحد المجموعة الثانية عدد إلكترونات التكافؤ تبعتها اثنين المجموعة الثالثة عدد إلكترونات التكافؤ تبعتها ثلاث المجموعة الرابعة أربعة خمس خمس ست 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 سبعة سبعة ثامن ثمين جاد جاد بالله عليك يا أستاذ رقم أو عدد إلكترونات آه أستاذي نفسه رقم المجموعة ليش؟ لأن أنا عشان أعرف عدد إلكترونات التكافؤ معي خيارين خيار الأول أني أركز في حفظ أهم عناصر الجدول الدوري تحديدا اللي رح تختصر عليه تقريبا ما بين 85 إلى 90% من حل الأسئلة اللي بدنا نشرحها اللي في حصصنا أو باجي أرجع على الطريقة التقليدية اللي تعلمتها بالصف العاشر اللي هي التوزيع الإلكتروني فلذلك في هذا الفيديو رح نركز على التأسيس عشان الحصة الجاي نبلش في الدرس الأول اللي هو بعدين باجي بأشرح لك نظرية إلكترونات التكافؤ أزواج الإلكترونات الرابطة وقتها بأشرح لك آه بس لما يكون مرتاح ضبيري شوي في هاي الأستاذيات قل بسم الله طيب الآن أستاذي أخدتوا بالصف العاشر دال علم الساعتدال توزيع الإلكتروني لذرات العناصر بدي أنا أعرف أوزع التوزيع الإلكتروني تمام؟ تعالوا نراجعكم في أهم التوزيعات الإلكترونية حسنا لما نيجي نوزع التوزيع الإلكتروني بوزع أنا على قاعدة من سميها قاعدة الإس إس 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 بس 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 بستين دي بس دي بس فدي بس بكفي بحيث المستوى الأول يا إخوتي بيستعلى فلك واحد يلو فلك الأس المستوى الثاني بيستعلى الأس والبي المستوى الثالث بيستعلى الأس والبي والدي ولكن الدي مستوى الطاقة تبعه أعلى من الأس يعني ثري دي أعلى من فور أس فبالتالي فور أس بيجي ترتيبه بعدين الدي تمام؟ في التوزيع الإلكتروني بعدها بيجي عندي هون فور بي بعدين فايف أس تمام؟ ليش هيك هتأخل ببعض؟ لا بيزبطش ما يزبط بنقول في البي جعل ما علينا طيب اللهم صلى الله سينا محمد عندي هون فايف أس هون الدي هسا بديكم نديروا بقى لكم هسا الان اس والان بي أما الدي الناقص واحد للدي والأف الناقص اثنين الان هي رقم المستوى الرئيسي تمام؟ اللي بتتوزع فيه الإلكترونات فدائما وأبدا التوزيع الرقم المستوى هو نفس للأس هو نفسه للبي تمام؟ ولكن الدي بتكون النقص واحد والأف النقص اثنين هاي أول شغلة واللي لازم أعرفه كمان إنه عدد أو الساعة القصوى للإلكترونات لكل مستوى للأس ساعة القصوى اثنين للبي ستة للدي عشرة وللأف أربعطاش هيك الساعة القصوى لإلهم تمام؟ فبالتالي يا حبايب القلب نكمل عندي هون الدي بدأ تكون فور دي البي بدأ تكون فايف بي الاس بدأ تكون ستة الاف بدأ تكون أربعة لأنها الناقص اثنين وما دام هون ستة وأنها تكون الناقص اثنين أما الدي بدأ تكون الناقص واحد فبدا تصير هاي فايف دي وهذه نهاي سكس بي سيفن اس تمام؟ بحيث الساعة القصوى لكل واحدة من الأفلاك الداخلية هاي اللي تتوزع فيها الإلكترونات الساعة القصوى للأس اثنين الساعة القصوى هاي اثنين بي سكس ستو بي سكس ستو دي تن بي سكس سكس بي ستو دي تن بي سكس اه ما زلخة أنا عارف أنا عارف أنا عارف أنا عارف عشان هيك سعب أعطيكم الطريقة السهلة ما عليكم اه ستة اثنين اخي كلبوت جا كلبي ما علينا الآن يا حباب القلب بسم الله الرحمن الرحيم وبهنا استعين كيف نوزع التوزيع الإلكترونية أخذتوا بالصف العاشر مراجعة سريعة لأنه هاي جزئيات رح نستدل بدلالتها في حصصنا في مادة الكيمية الآن الهيدروجين عدد الذري تبعه واحد العدد الذري هو العدد اللي تحت اه فبالتالي لما أجي أوزع التوزيع الإلكتروني يبدأ أعرف أنه عدد الإلكترونات يساوي العدد الذري في الذرة المتعادلة يعني هاي الذرة ما عليها شحنفة بتكون متعادلة فتوزيعها الإلكتروني بدي يكون 1S دايما بلش 1S كم إلكترون عنده إلكترون واحد صح ايش صار طيب نرجع فتوزيع الإلكتروني إلو 1S والإلكترون واحد فتصير 1S1 طب الليثيوم عنده ثلاثة إلكترونات فتوزيع الإلكتروني 1S2 عبينا الفلك الأول فلك الثاني شو بدي يجي 2S1 يا سلام عليك والله شطور لأنه لازم يكون عندي مجموعهم هذول يساوي العدد الذري اللي هو نفسه عدد الإلكترونات 2 زائد 1 ثلاث طب هون النيتروجين سبعة عنده سبع إلكترونات فبالتالي باجي بقول 1S2 هاي اثنين 2S2 هاي صاروا أربعة بعدها شو بدي يتيجي 2B للسبعة قديش ضايل من الأربعة ها ثلاث سبعة ناقص أربعة ثلاث فبدا تيجي 2B 3 طب لأ الفلور وزع يا صاحبي وزع 1S2 2S2 احكوا معاي 2B 2 أقداش ضايلها عشان تصير تسعة خمسة 2B 5 كثير صعب صح؟ طيب ركز معاي صوديوم 11 وزع 1S2 2S2 2B6 صاروا عشرة ضايل لي إيش واحد فبحكيها 3S1 طب ألومونيوم ألومونيوم تعرفوا هاي اللي بتطلب بتكون ماسك في المطعم بدها تأخذ المينيو فبتقول له أنا بدي ألومونيوم وين الألومونيوم وين أكيد بتعرفوه أبي ضرب ترين ده دي كل مرة مش عارف أنتم متى راح تأضر الفيديو بس أكيد يعرفتوه صح؟ واحد بتحكي ويندي الألومونيوم ما علينا الآن نجي على الألومونيوم العدد الذري تابعه 13 فتوزيع الإلكتروني 1S2 2S2 2B6 3S هاي عشرة صح؟ 3S2 3B1 ليش؟ لأنه عاي عشرة واثنين صاروا 12 وواحد صاروا 13 صح؟ يقول لي أعملهم طب الكلور الكلور 17 هو بقى أكون معطينية مش للحفظ بوزعتو زي الإلكتروني تابع يلا 1S2 2S2 2B6 صاروا أندي كم؟ عشرة طي اللي سبعة بكمل بعد 2B6 3S2 3B قداش؟ هاي عشرة واثنين 12 صح؟ 3B5 لأنه ساعة القصوى البي ستة بس بي ساعة خمسة بي ساعة خمسة فبالتالي عندي هون هذا ما يسمى بالتوزيع الإلكتروني ولكن هناك طريقة أخرى يمكن أن نوزع فيها إذارات تسمى بدلالة الغاز النبيل شو هو الغاز النبيل؟ لهم عناصر المجموعة الثامنة ياري تتركز معاي لأنه هون بدي أعمل فصل عنصري للتوزيع اللي لازم نعرفه لما آجي أوزع بدلالة الغاز النبيل بدي أعرف شغله أستاذي أنا أهم عناصر الجدول الدوري الموجودة عناصر الغازات نبيلة اللي هم الهيليون النيون والأرغون والكريبتون والزيلون تمام؟ هسا اللي لازم أعرفه أنا ممكن أكون حافظهم هدول كيف يعني؟ يعني حافظ أنه العدد الذري للهيليون اثنين من النيون عشرة العدد الذري للأرغون ثمنتاش والكريبتون ستة وثلاثين والزيلون أربعة وخمسين شو بستفيد منه هذا العدد الذري بدأكون حافظه بهذا الترتيب اثنين عشرة ثمنتاش ستة وثلاثين أربعة وخمسين هسا أنا بقدر أوزع التوزيع الإلكتروني بدلالة الغاز النبيل وأختصر عليه تمام؟ هسا للهيدروجيل ما بزبط ليش؟ لأنه أصلا أقل من الهيليون كعدد ذري ولكن لو إجينا هون نركز مع بعض بس أضبط الشاشة أنا بدي أدور على أقرب غاز نبيل يكون أقل منه كتوزيع من ناحية عدد الذرات وعلى أساسه إيش أساوي؟ أرتبه تمام؟ هسا الآن كفكرة عامة انسوا الترتيب هاض مع الترتيب هاض مالوش دخل هسا هاض إشي جدول مالوش دخل خلينا أبصله كيف دي أبصله عشان ما تقولوش يقولوا أنه هاض لا ما تقولوش أنه هاض الأستاذ دامج ليهون بهذا الشكل لا هاض الجدول مختلف عن الجداول الجدول اللي معنا هون تمام؟ من ناحية الترتيب ركز معي خلينا نبتكر طرق سهلة للحل الآن يا صاحبي أنا بحكي هيليوم نيون أرغون كريبتون زيلون طيب الآن لما أجي أوزع بدي أوزع بدلالة الغاز النبيل إنسى الهيليوم الهايدروجين ما بزبط لأنه عدد الذر تبعه واحد وهو أقل من الهيليوم طب لو أجينا الليثيوم باجي بحكي الليثيوم كم عدد الذر بتقول لي ثلاث بقولك شو أقرب غاز نبيل أقل منه أقل منه لازم يكون أقرب غاز نبيل أقل منه بتقول لي الهيليوم فببلش في الهيليوم فبحكي هيليوم أتش إي وعدد الذر اثنين بعدها لازم أعرف إنه بيجي بعد الهيليوم شو بيجي بعد الهيليوم 2S بيجي بعد النيون 3S بيجي بعد الارغون 4S بيجي بعد الكريبتون 5S بيجي بعد الزينون 6S تمام بحيث باجي بحكي هيليوم بيجي بعده 2S آه بدي أحكي 2S بس الليثيوم كم عدده الذري ثلاث فهون أتطار عندي اثنين فبضيف واحد لأنه بضل واحد 2S وسط الفكرة نفهم أكثر أعمل حالك مش فاهم ركز معاي النيون يعفوا النيتروجين عدد الذري كم 7 تمام فباجي بحكي شو أقرب غاز نبيل لإله اللي هو الهيليوم فبتحكي لي بدي أكتب الهيليوم هاي الهيليوم عدد الذري اثنين بعد الهيليوم شو بيجي 2S الآن النيتروجين عدد الذري 7 فبدي أعبي 2S2 صارت 4 بعدها بدي يجي 2B شو أحط عليها 3 لأنه 3 و4 بتصير 7 يعني شو اللي عملتوا انت لما كتبت الهيليوم لما كتبت الهيليوم أنا اختصرت 1S2 هون اختصرت 1S2 تمام هس راح تشوفوا طبعا هاي الطريقة يعني ممكن تقول يستاذك ما بتفرق بالنسبة للعناصر بقول لك آه ممكن ما بتفرق لمين لعناصر اللي بتكون عددها الذري قليل أقل من 10 ولكن لما تيجي تحكي أكثر من 10 أنا باختصر على حالي الحل ليش هس بقول لك كمان شوي ليش الفلور 9 نفس الشي بدي أعتمد على الهيليوم هيليوم لأنه أقل الواحد منه اللي هو هيليوم تمام أو أقرب واحد لإله اثنين بعدها 2S2 بعدها 2B5 يعني أنا اختصرت 1S2 بس بمكوا واحد يقول ستاد ما انت خلص ومن استو اسهل عارف بس حبة حبة لو جينا على الصوديوم مثلا ركز معي الصوديوم عدده الذري كم 11 صح ممتاز فلما أجي يقول لك عدده الذري 11 يعني أقرب غاز نبيل لإله النيون فبحكي نيون N E 10 طيب بعد النيون شو بيجي 3S فبحكي 3S أنا عندي عدد الذري للصوديوم 11 يعني نتيجة 3S1 كيف عرفت هاي عشرة قدش ناقص عشان نصير 11 واحد 3S1 يعني أنا لما كتبت النيون اختصرت 1S2 2S2 2B6 اختصرتهم بلشت على السريع كتبت محلهم نيون بعدين 3S1 طيب ركز معاي على الألومنيوم الألومنيوم الآن عدد الذري تبعه 13 فلما أجي أقول عدد الذري تبعه 13 على السريع شو رحي تقول لي خلص 13 أقرب غاز نبيل لإله نيون تمام عدد الذري 10 بعدين بديج 3S 3S2 طيب بعديها 3B1 لأنه 2,1,3 و10 13 طيب الكلور 17 عدد الذري طيب شو أقرب غاز نبيل لإله رحي تقول لي أقرب غاز نبيل لا وعد تحكي لي أرغون أرغون أكبر منه أنا بدي أشوف أقل منه أقل منه منه النيون فباجي بقول النيون 10 بعديها 3S2 3B يش حقينا إحنا هون الكلور 3B5 2,5 7 و10 17 يا سلام يعني الآن أستاذي أنا قاعد براجعك في هاي الأساسات ورح نستقدمها في الحل في أسئلة الدرس الأول ورح نستفيد منها في شغلات كثير ولكن هاي مراجعة بسيطة يعني الأمثلة حتى أنا ما بعتبرها كافية فلذلك أنت بدك ترجع بس اتمارس الحل بإيديك تمام حسن الآن يا حبايب القلب سواء أنتبعت الطريقة التقليدية أو الطريقة بدلالة اللي هو أقرب غاز نبيل لازم أعرف أحدد من خلالها رقم دورة العنصر ورقم مجموعته في الجدول الدوري وعشان نحدد رقم الدورة ورقم المجموعة بنا نعرف أن العناصر الممثلة لها قاعدة رقم الدورة دائما يساوي رقم آخر S خلينا نكتبها هيك بس نكبرها شوي رقم آخر أن س رقم آخر اللي هو أن في S اللي هو توزيع الأس أما رقم المجموعة اللي هو مجموع الإلكترونات مجموع الإلكترونات وين في الأس زائد ب مش الأس عليها الإلكترونات والب عليها الإلكترونات مجموعهم هسا فيها قاعدة للعناصر الانتقالية هذا الأشي أستاذي أخدته بالعاشر مش مهم الآن ركز معي يعني الآن كفكرة عامة من خلال التوزيع الإلكتروني بدي أعرف إيش رقم الدورة ورقم المجموعة لكل عنصر من هاي العناصر معلش الشاشة الإلكترونية بتغلب بس بتريحنا كثير إنه إيش كل شي بكتبه بكون محفوظ وبعث لك إياه بدي آف وبقدر أكبر وأصغر فبتكون الأمور تمام بس بتكون متذكروني كل شوي إنه لازم نسيب الشاشة لأنه إذا كتبنا كثير ممكن إنها تعلق آه ممكن لأنه شاشة جهاز ممكن يعلق وتطلع من الشاشة كاملة وقتها بدكم تسامحوني إذا علقت ما علينا هسا التوزيع الإلكتروني باجي بحكي رقم الدورة هو رقم آخر أس آخر أس هي واحد فبالتالي بحكي رقم الدورة واحد الآن رقم المجموعة اللي هو التوزيع الإلكتروني للأس زائد بي في الشغير أس في الشغيرها شو عندها واحد فالهيدروجين يقع في المجموعة الأولى والدورة الأولى طب بدي أجي أنا على الليثيوم أنا بركز على إلكترونات الغلاف الأخير اللي بنسميها إلكترونات التكافؤ وين سمعناها هاي أول الحصة لما بلسنا في الدرس هيك باجي بقول لك إلكترونات التكافؤ هسا إلكترونات التكافؤ هي إلكترونات الغلاف الأخير يعني آخر توزيع إلكتروني إذا كانت أس لحالة أس إذا كفيه أس وبي بجمع أس وبي هس راح تشوف لي نفسه رقم المجموعة بحيث باجي بتطلع رقم آخر S اللي هو اثنين هذا رقم الدورة ورقم المجموعة عندي آخر توزيع إلكتروني واحد فبكتبها رقم المجموعة الأولى طب الآن بالنسبة ل النيتروجين في عندي S و B باجي بدور علي S S قديش عددها هون تقول لي اثنين فبقول لك يقع في الدورة الثانية طب المجموعة رقم المجموعة يساوي مجموعة S و B S عندي هون اثنين والB عندي هون ثلاث اثنين زائد ثلاث خمسة فيقع في المجموعة الخامسة طب الفلور يقع من ضمن الدورة الثانية ممتاز ويقع من ضمن المجموعة يجمع اثنين زائد خمسة في المجموعة السابعة يعيني عليك طب ركز معي الصوديوم آخر S رقمها ثلاثة يقع في الدورة الثالثة طب آخر S عدد الإلكترونات عندها واحد في المجموعة الأولى ركز معي ألمنيوم الألمنيوم ألمنيوم اثنين زائد واحد يساوي كمان ثلاث لو يجينا على لكلور لكلور اللهم اصلي على سيدنا محمد عندي رقم آخر S يساوي ثلاث فيقع في الدورة الثالثة وآخر توزيع إلكتروني في الغلاف الأخير اثنين زائد خمسة ويساوي سبعة شايفين هذا أستاذي رقم الدورة مش مهم بس رقم المجموعة مهم ويمثل عدد إلكترونات الغلاف الأخير للمادة بحيث يتم توزيع الإلكتروني عشان نعرف من خلاله رقم المجموعة هاي الطريقة الأصلية أو الطريقة الأساسية طريقة السخيفة من قد نأتي بها ولكن طريقة الأسخف اللي هي من خلال طريقتنا الخنفشالية اللي هي آجي أحكي خلص الكلور يقع من ضمن المجموعة السابعة مثلا الألمنيوم يقع من ضمن المجموعة الثالثة الكربون الرابع ليتروجين خامسة أكسجين سادسة اللي هي عدد إلكترونات التكافضة ركز على إنك تكون مورك تمام عشان الحصة الجاي إن شاء الله مباشرة نبلش فيه إيش الدرس الأول إنت الآن نسبيا جاهز عشان تبلش معي في الدرس الأول بإذن الله وإن شاء الله كل جزئية بدها تأسيس قبل الدرس بشرح لك تأسيسها عشان إنعالج الجاب إنعالج الفجوة اللي أنت عانيتها من ضمن كورونا يعني أنتوا كنتوا ضمن كورونا شوية في عندكم تعطل من أساسيات بسيطة جدا فهذا لازم إنعالجوا وهينا منعالج جزئية جزئية لأنه ما بقدر أعطيكم معلومات مرة واحدة كل إشي بتفاصيله لا كل جزئية بدأبلش فيها كموضوع يعتمد على السنوات السابقة لازم أعطيكم تأسيس عليه على الأقل كحصة أو جزء من حصة بحيث إنك تفهم اللغة اللي بيحكيها معاك أستاذك يعطيكم ألف عافية حبيب القلب أتمنى منكم إنكم تنشروا فكرة الأستاذ يوسف القاق إنه أستاذ مدرس لمادة التوجيه ومختص في مادة الكيميا أنا بصراحة مختص أيضا في كورسات عديتها اسمها كورسات المورد في السنوات السابقة كانت في 2013-14-15-16-17-18-17 لحد 2020 كانت إلي مجموعة من كورسات تشرح المواد من الخامس للتوجيه ولكن أنا مختص في التوجيه ولكن شكل عام أيضا مختص في المراحل الأخرى سواء كان تاسع عاشر أول ثنوي عندي خبرة علمية كافية إن أغطي لك إياها إنك تتأسس لمادة التوجيه تكون أمورك 100% بعون الله فأتمنى إنكم تنشروا الفكرة بين أصحابكم كل أصحابكم اللي معاكم في المدرسة لازم يعرفوا في هذه الحصاص على موقع حصاص أولاين إذا أنتوا بتحضروني من خلال اليوتيوب أيضا ياريت ياريت إنكم كمان تعرفوا إنه في موقع حصاص أولاين موجود الشروحات كاملة على قناتي على اليوتيوب ممكن ما أقدر أنزل الفيديوهات كاملة بسبب ضغط الشغل اللي عندي ولكن إذا أنت بتحضرني الآن على اليوتيوب بإمكانك التوجه مباشرة على موقع اسمه موقع حصاص أولاين على جوجل أكتب حصاص أولاين راح تلاقي الموقع بتنزل تطبيق على التليفون أو على الكمبيوتر وتعمل حساب على الموقع بتوثق هذا الحساب وبتكون أحد جنودنا بحيث أنك تكون مش أحد جنود أنت تكون أحد سفراء العلم تعون أفضل بحيث أنك تعرف أنه في شريح لجميع المواد الأساسية مش بس للكيميا لكل المواد ورح تلاقي البطاقات موجودة مجانا وشرحات موجودة مجانا خدمة لوجه الله تعالي لأجل مصلحة طلابنا ولأجل نشر العلم لأن صدقة العلم هي نشره وأتمنى منكم تساعدونا في النشر عشان تكون لكم صدقة جالية وتكون في ميزان حسناتكم وتكون رفع في درجاتكم ونشوفكم جميعا بأعلى الدرجات وعلى المراتب أحبائي بالقلب السلام عليكم بعد سنوات عديدة من التعليم الوجاهي وعلى موقع حصص أونلاين وتخريج أوائل على المملكة سنة بعد سنة توصلنا أن الأوائل على المملكة دائما ما بيكونوا هم متفوقين في جميع المراحل الدراسية وحرصا مننا على رعاية طلابنا في الثانوي العامة وتخريج الأوائل على المملكة بشكل مستمر وتتابع دراسة طلابنا ابتداء من المرحلة الإعدادية حتى المرحلة الثانوية قررنا في موقع حصص أونلاين أن نزل لكم شروحات مجانية لشرح المواد من الصف التاسع والعاشر والأول ثانوي لمادة الكيمياء معكم الأستاذ يوسف القاق مدرس مادة الكيمياء على موقع حصص أونلاين للمرحلة الثانوية ورح أتشرف في شرح مادة الكيمياء لطلابنا في مملكتنا الحبيبة للصفوف التاسع والعاشر والأول ثانوي كل صف له مجموعة تليجرام خاصة فيها عشان تنضم لمجموعة التليجرام ولمزيد من المعلومات عن هاي الشروحات ومتابعة أوراق العمل وملفات البي دي اف يرجع منكم الانضمام لمجموعة التليجرام بمسح لكيو آر كود اللي بيطلع أمامكم على الشاشة منشوفكم وين في أول حصة يا حباب القلب ترجمة نانسي قنقر